القاعدة كمان خاصة ان الواحد بيقعد بيذاكر ممكن ما يبقاش بياخد باله هو بيأكل اه دي نقطة مهمة لازم نتكلم فيها حكاية قاعد بيذاكر هو ما ينفعش يفضل قاعد قدام الكتاب على مدار اليوم ما يتحركش يقول لك السنة مش عايزة ضيع وقت في الحركة هو اكتر من نص ساعة متصلة بيبطير التركيز بتاعه يقع ودي معروفة حتى في علم المحاضرات والكلام ده كله ما اتطولش في المحاضرة اكتر من نص ساعة لان الطالب حيقع منك مش هيركزه فهو نص ساعة ويقوم يتحرك في القوضة بس لفة كده اي نشاط بدني اي نشاط بدني يقوم يتحرك في القوضة ويرجع يقعد تاني نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة لازم يفصل الدقتين تلاتة في النص دي هتخليه مسحص على مدار اليوم لكن قاعد خمس ست ساعات هو ابتدى في الاخر بيقرأ من غير ما يستوعب فهده مش هيفيده خالص طيب يا دكتور بهاء دلوقتي بعد بكرة في امتحانات السنوية العامة هتبدأ وعايزينها النصيحة من حضرتك بقى للطلبة اللي هي بتيجي يوم الامتحان تقولك لا انا مليش نفس افطر او انا مش عايز اكل نصيحتك ايه للطلبة دي واذا هيفطر الوجبة الافطار تكون فيه عناصر ايه تمام هو يوم الامتحان بالذات بندينه الصبحية افطار خفيف قوي زي الشفان او الكورنفليكس وعليهم لبن ممكن خارج دسم ومعلقة عسل نحل ده ياخدوه في البيت قبل ما ينزله وهو نازل كده خالص هيكل كمان صبع موز 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 مهم جدا في يوم الامتحان موتاسيوم فيه وفيه نسبة سكريات فراكتوز عالية جدا وفيه طاقة هتفيده وهو داخل بقى لجنة الامتحان شوكولاتاية طبعا احنا بمفضلش الشوكولاتات في العادي ليه بقى ايه دكتور؟ باش تتديره شوكولاتاية الشوكولاتاية دي بقى هتتديره طبعا طاقة وسكريات يقدر يقعد تلت سعب يمتحن عنده سكر كفاية الككاو اللي فيها هيعمله حاجتين هيهدي اعصابه وهيخليه مصحصح يعني واحد عصابه هدية ومصحصح وديره بقى لجنة اخدها غير الشوكولاتا بالزبط كده سؤال اخير واعتقد ده مهم جدا كمان القهوة والشاي وكل الحاجات اللي هي فيها الكفايين دي انها تناولها بشكل وكميات عاملة ازاي؟ اه طبعا هي مفيدة جدا للطلبة طبعا لكن ليه حدود؟ يعني في اليوم مش هنزود عن 4 كبيات مجموعة شاي وقهوة يعني اثنين شاي واثنين قهوة اثنين شاي واثنين قهوة اه كمية برضو مش هلية لانه هو بيشابه اكتر من كده بيكتير وبيحطوا شاي على قهوة وحاجات غيبة فوما لغاية 4 كبات في اليوم دول مهمين جدا وما يقلش عن كده كمان لان اقل من كده هو بيحتاج برضو كفايين عشان يخليه مركز ومصحصح اكتر اشتركوا في القناة